أنا دخلت دلاتي ببص على بعض الحاجات اللي اتبعتت يعني هو موضوع كده سريعاً حد بعت واسمه عماد بيقول أنا دخنت وامراتي مش حاسس إن هي بقت تحبني أو تبصلي زي الأول معلومة هي جسمها محافظة عليه جداً ده بقى كيس غريبة يعني لفتت بيئة عكس المعتاد واضح إن هو نفسياً برضو مش مصبوط أنا بصراحة بشوف الوزن مرتبط جداً بالحالة النفسية الرفاية متضايق والتخيم متضايق طب يا جماعة ما نزبط والرائح نفسنا زي ما قلنا في الأول ما فيش حد عارف هو بيت وبعدين مراتهم حافظة يعني البيت مشي على نظام معين شايفنا بتاكل إزاي أول حاجة أول حاجة بيحب بقول الأستاذ عماد والبنوتة الأونية وكل حد إحنا لازم نمبر ون عشان نعرف نعمل حاجة نحب نفسنا يعني أنا محسش أوادخن عشان أصلاً حد بالضبط كده بالضبط يعني بيعجبني قوي دكاترة التجميل للشطرة أول ما تروح لهم ست ولولها إيه أنت هل تعمليها عشان مين العملية دي عشان نفسك ولا عشان جوزك ولا عشان حد يطالب منك عشان أمة لإلهية عشان أمة عشان البشري تقول لا لا لو هتعمليها عشان نفسك ده الشطرين هعملها لك لأن انت اللي حتتعبهي وانت اللي حت صاخر هي نفس القصة هو لازم يحب نفسه هو مش عيرضي حد أنا هخص عشان صحتي وعشان شكلي وعشان حاجات تانية كتير ومناعتي مش عشان مراتي تحبني لأن اللي بيحب حد بيحبه في كل أحوال بس هو واضح السهل ثقة عنده قلت يعني ممكن تكونش مراته أصلاً عملت حاجة بس مجرد أنه حسس أنه في فرق دولاتي في الشكل بس ده أسهل له كتير لأن بما أنه مراته واخد بالها إنها ماشيينة على الأنظام إيه إن لو هي بتطبخ عادي هي بتاكل أقل لو شايفها وما مع بعض في البيت طبعاً تعمل زيها يعني ليه سايب نفسك إن هي ما تاكلش أو تقول أصلاً بيجي لي حالات كتيرة كده أصلاً هو بيجي له مثلاً الرجل السد بيخس ثلوه جاي تخنان وهي جاي خس ثلوه تاكل مع بعض اللي أنا قيل عليه قول لي آه بس هو يا دكتور أمبرح بالليل طلب مش عارف إيه أصلاً هو كان بيغريني إن نطلب معاه پيتزا وأنا مرضيش أيها أصلاً من زاوية الرجالة الوضع ليه أبعاد تانية في حاجة اسمها نداء الكرش والله يبقى كالبين بأمانة إيه نداء الكرش دا؟ نداء الكرش أبا؟ يعني كرش طلب مثلاً منبار يبقى نلبي الندى حلو نلبيه في الغداء مش لازم نلبيه الساعة اتنين بالليل وإحنا قاعدين زهرانين أوكي يعني توقيت الأكلة كمان بيفرق أصلاً اللي بيطلب أكل أو منبار أو پيتزا اتنين بالليل دا متغدي على فكرة ومحلي وفتران وشرب شاء يعني مزبط حياته أوكي إحنا بالليل قاعدين بنتسلم طب ما أنت مراتك عرفت تمسك نفسها عشان مصلحتها وعشان نفسيتها وعشان جسمها وعشان صحيتها وعشان الـ self-confidence بتاحها طب ما تعمل كده زي ما قلنا هو number one في أي نجاح أي نجاح الإرادة يعني أنتو بتصحوا بدري عندوكو برنامج بدري لو عندوكو بالليل الفرح للساعة دا مش بالإرادة دا بالإكبار دا بالإكرار هو بالإكرار هو النجاح يعني أنا مصر إن ينجح طب ما أنا ممكن لأ مش حقبة للشغل اللي حصحى فيه بدري لأ أي نجاح في الدنيا أنا عايزة أطلع الأولى على السنوية العامة هقعد أذاكر زي البدول تقال 30 أنا عايزة أسألك حاجة بقى مرتبطة جدا بكلامك دا عشان الوقت بيجري وليه علاقة بما إن إحنا قلنا في الـ entro بتاعنا إن إحنا تتكلم عن السيف وده فصل مفروض إن الناس تخص فيه لما بنسافي بقى ساح الجونة من أي مكان في مصر جميل من ساي في في الويكند إحنا بنرجع التخنانين لأ ده فرشور يعني أكل على طول اللي هو استسهال هامبيرجر بيتزات مطارونات وخروجات وظهر والدنيا ملخبت كل حاجة بتتاكل ترجع خاسس بترجع خاسس لا محق أنا أتحك عليك إلا الوحيد اللي ما يتلقش علي يا ربوتو الترير حالة مش موجودة فدي صعبة قوي نعمل إيه؟ طيب خلينا بس أقول حاجة أنا معترض عليها منو إحنا بنزبط فقرات الحلقة مفيش حاجة اسمها رجيم صف ورجيم شت إحنا كده برضو رجعنا للمبدأ إن أنا ضده حفظة أحارب عليه طول ما أنا شغالها مفيش حاجة اسمها نظام مؤقت للنظام الصحي وهو نظام حياة ولو ما عملتش ضايت زي الأماد وزي البنوتة وزي المصيف وزي الشتة إحنا بنجيش نقول الدنيا برد عاديين في البت زهقانين أصل وقت الكورونا يعني إنتي أندلس إنتي موضوع ما بيخلاص لو مامشناش إن أسلوب حياة وفهم احتياجات كل واحد فينا إيه؟ عمرنا ما حنعرف نخس معلش يعني أنا مش والله مش فازلكة ولا حاجة أنا بادخن زي زي بقية البشرية ورحت السحل ورجعت كزا مرة وقعدت كتير ما تخينتش يعني ما بيأكل قدامك همبرجر وقعدت كده التأكل؟ بأكل وبأصور ومفضوحة يعني لعلمك أنا بصور قصد يعني ممكن ناس بتعتر بس إشان أقول لهم أنا باكل عادي لا ما أنا باكل قد إيه؟ ووكلة إيه بقيت اليوم؟ ووكلة كم مرة؟ الحاجات دي بتفرق ما أنا لو كانت فطار غدا عاشا وفريسكا على بتي فورة على آيس كريم مش حفظة خلاص بقى كده كل سنة